السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير اهلا بيكم في قناتي قناة هندي شيخ لو اول مرة تشوفوا القناة ياريت تعملوا اشتراك سابسكرايب وما تنسوش اللايك على الفيديو وانفعل زر الجرس ونختار الكل علشان يوصلنا كل جديد فيديو اليوم ان شاء الله هيكون عن الرز بلبن بجد احلى رز بلبن ممكن تكلوه جربوا طريقتي ان شاء الله تعجبكم جدا هو طبعا سهل وبسيط وكلنا بنعرف نعمله بس جربوا الطريقة دي هتعجبكم اكتر واكتر حاجة حلوة مش مكلفة وطبعا مفيدة جدا وكل الناس بتحبها سواء كبار او صغيرين شايفين بقى شايفين حلو قد ايه والطعم والقوام يعني ممتازين بصوا القوام ده هو ده القوام المزبوط مينفعش يبقى الرز بلبن قافش في نفسه كده ورزه كتير بيبقى صعب لازم يكون كريمي كده بيبقى طعمه حكاية هقول لكم كل التكات والحركات تابعوا الفيديو علشان تعرفوا الرز بلبن الحلو ده عملته ازاي يلا نبدأ بالمكونات هنا معايا كيلو من الحليب وطبعا يفضل الحليب اللي هو من عند اللبان او من حد موسوك منه مثلا بتجيبه منه لبن يكون اللي هو اللبن كامل الدسم تمام وهنا معايا نص كباية من الرز بس يعني ما يفعش اكتر من كده تمام ومعايا نص كباية من الحليب اتنين معايا من الكريم شنطي الخام ولو مش خام نحط الباك وكله ومعايا كبيرة مليانة من النشا وفاناليا بس كده هي دي المكونات مفيش اسهل من كده اول حاجة بحط الرز على الحليب على البارد طبعا وفي الطريقة دي هنساوي الرز جوه الحليب تمام مش هنساوي الرز الواحد وبعد كده نرجع نحطه على الحليب الطريقة دي افضل بكتير بصوا بقا هنا رفعت الحليب ومعا الرز طبعا على النار هقلب فيه كويس ومن وقت للتاني بقلب علشان الرز ما يلزقش في الحلة من تحت تمام وهسيبه بقا على النار لغاية ما يغلي ومن وقت للتاني ما ننساش ان احنا نقلب عشان يعني نوصل للنتيجة المظبوطة هنا خلاص الرز قرب ان هو يغلي واول ما بيغلي بغطي الحلة وبسيبه ساعة كاملة بعد الساعة بقا بصوا شكله عامل ازاي كده خلاص اصلا الرز استوى هوريكو بقا الرز عامل ازاي خلاص الرز تقريبا استوى وشارب من الحليب وطبعا كده هيكون طعمه احلى بكتير هجيب بقا نص كوباية الحليب اللي قلتلك عليها تكون بردة وحط فيها معلقة كبيرة مليانة من النشا وهحط الكريم شونتي بقرب كده علشان لو حاجة واقعت تقع جوه الحل لو ما توستخدناش البوتاجيز تمام هقلب بقا الحاجات البودر دي في الحليب ولو سخن طبعا ماينفعش علشان النشا مش هيدوب هيكتل كده قلبت كويس هو اللي استحكمل تقليب لغاية ما يدوبه خلص وخلاص اللبن على وشك ان هو يغلي مرة تانية اول ما حس ان هو خلاص هيغلي هنزل بقا بالخليط اللي هو كريم شونتي ونشا وحليب شايفيه التقل على طول ازاي انش هنسيب حاجة طبعا هننزل كل حاجة بالزبط كده هنقلب بقا تقليبة حلوة كده وبعدين ننزل بالباقي بقا السكر والفانيليا هنقلب لغاية ما يبدأ يغلي خلاص كده الرزب لبن جاهز عندنا اظن ده اسهل حاجة حلوة ممكن نعملها لو احنا حسين ان احنا يعني عايزين حاجة حلوة سريعة بسرعة كده ناكلها هنحضر بقا الكسات او الكبات اللي هنغرف فيها القوام ده مظبوط جدا جدا والمقادير مظبوطة قوي هنغرفه ونسيبه يبرد خالص وبعدين بندخله التلاج ويستحسن ان احنا نغطي الرزب لبن قبل ما ندخله التلاج علشان الوش بتاعه ما ينشفش وهنزاي انتزين بسيط خالص معروف طبعا الجوز الهند والزبيب على الرزب لبن مفيش احلى من كده ولو فيه مقسرات حطه وممكن كمان نحط نوتيلة على الوش او بقى فيه تكة جديدة كده ان احنا نحط زبدة الوتاس بس بصراحة انا ما جربتش زبدة الوتاس مع الرزب لبن جربت الشوكولاتة وعجبت الولاد قوي بس خلينا بقى في التزين الاصلي اللي هو جوز الهند والزبيب شايفين بقى حلوة قدقيل لما برت وقاموا طحفة جدا والطعم مش ممكن شايفين حلوة جدا وزي ما قلتلكم لو هتدخلوا التلاجة يعني يستحسن تغطوا الوش بتاعو بحاجة مثلا بستريتش او حاجة غطوا القباية دي ودخلوها عادي التلاجة تقعد ايام كتيرة يلا جربوا بقى الطريقة وقولولي رأيكم متنسوش اللايك عالفيديو يلا مع السلامة باي باي اشتركوا في القناة